أنا سليمان الجاسم مولود سنة 54 بالإفجيرة ما كانت مدارس موجودة في تلك الفترة فبدأنا بالانتظام عند الكاتاتيب في نهاية الخمسينيات تم افتتاح مدرسة في خورفكان هي مدرسة المهلب بن أبي صفراء فرأسا الوالد نقلنا من الكاتاتيب عن طوعة إلى المدرسة وتعرف كانت بالنسبة أننا نقلة نوعية أن ندخل مدرسة ونلبس منطلونات وقمصان ومدرسين وكنا ننتقل مشي من البيت إلى المدرسة يوميا فكان بالنسبة حتى لإهالي القرية كان هذا يعني زهو أن أبنائهم طوابير من الطلاب يمشي يوميا لابنطلونات وشارين شنطوا راحي المدرسة جئنا إلى الشارقة سكننا في الشارقة ننتقل يوميا من الشارقة إلى دبي ندرس في دبي الثانوية ما كانت فيه طرق معبدة كانت طرق ممهدة بعض الشيء وكان الانتقال أيضا من الشارقة التي كنا سكنين فيها إلى الفجيرة وإلى خربة كان يأخذ عليه تقريبا خمس ساعات كانت فكرة الشيخ زايد الله يرحمها على أن نبني كادر بشري يستطيع أو يتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل التنمية في هذه الدولة الوليدة حلم كان يراوده من سنة 66 طبعا قبل 66 على أنه كيف نستطيع أن نجمعها الإمارات كلها تحت مضلة واحدة فهو لن يستطيع أن يخلق هذه الوحدة ما لم يخلق شعب متعلم وواعي فشو سوى فتح مدارس في الإمارات الأخرى قبل قيام الاتحاد فهنا الله يرحمه الشيخ زايد عمل فكرة كثير ممتازة يعني جاءوا سألوا أولي الأمور أنت كم يكلف يعني كم يدخل لك ابنك في هذه الفترة هذا مبلغ معين للطالب مقابل أن يدرس وهذا مبلغ معين حتى لا يجبر على أن يشتغل عنده في الحقل أنت تبغي دخل مادي هذا دخل مادي لك نخل ابنك معنا نحن نحن نبندرسه وبن أحلى فتح ما سمي بمحول أمية بعد الظهر نفس المدارس الصبح للأبناء يدرسوها بعد الظهر يجوا الآباء والأمهات يعطيهم أيضا بعد مكافآت مالية من أجل الدراسة 71 في شهر يوليو اجتمعوا الحكام في أبوظبي وطرح الشيخ زايد فكرة الاتحاد على حكام الإمارات واتفقوا على أن يكون هناك دستور وكلف وحيد رأفة الدكتور وحيد رأفة بإعداد دستور الإمارات وشكل مجلس وزاري للاتحاد ودستور وجيش للاتحاد والحمد لله قام الاتحاد وأعلم الاتحاد ففرحت الناس كلها أذكر أننا كنا ضلاب الناس خرجت في الشوارع تحمل لأول مرة نرفع حاجة اسم معلم الإمارات أعتقد التعليم في الإمارات لعب دور رئيس ومؤثر وفعال في خلق هذه النقلة النوعية للإمارات كدولة وللإمارات كمجتمع إلى ما نحن عليه الآن كنا نحلم أن يكون عندنا الواحد تلفزيون في بيته أو إضاءة كهرباء أو صنبور مياه الآن أصبح عندنا أحسن حياة الآن كنا نحلم نركب طيارة الآن نصل إلى أقصى دول عالم كنا نحلم تكون عندنا سيارة الآن عندنا أفضل مع السيارات كنا نحلم نسكن في كل واحد في غرفة كنا عائلة كلنا نجتمع كلنا منبات وناكمل ننام في غرفة وحدة الآن أصبح الآن كل واحد عنده غرفة خاصة فيه الحمد لله ونتمنى من أبنائنا الآن أن يحملوا هذه الرسالة يقدروا المعاناة اللي كان أباءهم عايشينها الآن ويحترموا يقدروا هذه العيشة اللي هم فيها الآن ويحترموها الآن ويحافظوا عليها ويسلموها إلى أجهال قادمة إن شاء الله